أظهر استطلاع للرأي أجرتهم مؤسسة يوغوفن نحو ستين في المئة من أعضاء حزب المحافظين المستجوبين يعارضون اتفاق البريكسيت الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تريزا ماي مع الأوروبيين ومن المنتظر أن تعرض تريزا ماي الاتفاق على البرلمان بعد نحو عشرة أيام لمناقشته والتصويت عليه وتخشى بريطانيا من أن يؤذي عدم الموافق على البريكسيت للخروج من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق من بوابة الحزب ضربة أخرى تتعرض لها خطة رئيسة الوزراء البريطانيات ريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي هذه المرة استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف يظهر معارضة غالبية أعضاء حزب المحافظين لاتفاقية الخروج ويفضلون مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون صفقة تسعة وخمسون في المئة من أعضاء حزب ماي يعارضون الاتفاق وستة وسبعون قالوا إن التحذيرات بشأن مخاطر الاضطراب في حالة عدم وجود صفقة مبالغ فيها مئة وسبعة عشر من أعضاء حزب ماي المحافظ صوتوا ضدها في تصويت على الثقة في الثاني عشر من ديسمبر الماضي ومن ثم فهي تحتاج إلى ثلاثمائة وثمانية عشر صوتا في البرلمان بما في ذلك أصوات من حزب العمال المعارض لإنقاذ صفقة الخروج التي قدمتها إلى بروكسل وفي مواجهة الهزيمة في البرلمان الشهر الماضي أجلت ماي التصويت على الاتفاق وتعهدت بالسعي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من أعضاء الاتحاد الأوروبي لا سيما بشأن تفادي وضع حدود بين إيرلندا الشمالية وبين الجمهورية الإيرلندية العضو في الاتحاد الأوروبي وهي العقبة الرئيسة أمام تأمين دعم البرلمان البريطاني لصفقة الخروج التصويت في البرلمان البريطاني سينطلق بعد نحو إسبوعين وإذا لم يوافق المشرعون على صفقة الخروج فإن خامس أكبر اقتصاد في العالم في طريقه إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية مارس آذار بدون صفقة وهو سيناريو يشكل كابوسا اقتصاديا يخشاه الجميع وينضم إلينا في الستوديو الدكتور وفيق مصطفى رئيس الكتلة العربية في حزب المحافظين مرحبا بك دكتور يعني نعرف جيدا موقف عدد كبير من النواب المحافظين من صفقة تيريزا ماي حول البريكسيت لكن السؤال المطروح الآن هو هل هذه حالة مستمرة أم قابلة للتغيير بمعنى هل ما زال أمام تيريزا ماي هامش للمناورة لكي تقنع النواب أو عدد كبير من النواب بضرورة أن يوافقوا في الأخير على صفقتها أعتقد أن تيريزا ماي ستستمر حتى يوم 15 يناير تحاول أن تتكلم مع أعضاء البرلمان البريطاني وكما نعرف أن جيو بي الحزب الأرلندي المحدوي يمثل مشكلة كبيرة لها الآن أعتقد هناك مأذق كبير للحكومة البريطانية هي كلمت النهاردة رئيس الاتحاد الأوروبي شانكر ويبدو أنها لم تحدث لم تحصل على تطمين رسمي بالنسبة للباكستوب في أيرلندا وأي كان الأمور يبدو أنها غير وردية بالنسبة للسياسة البريطانية في الأرلندي السؤال الآخر مدى جدية هؤلاء النواب نعرف جيدا هذا التقليد لدى النواب البريطانيين أنهم يعارضون ويعارضون ويعارضون وفي نهاية المطاف يصوتون ولا مفاجأة تحدث في نهاية المطاف هل تيريزا ماي تعرف هذا المساء أن هؤلاء النواب مصرون وجديون في رفض صفقتها أعتقد من ما قررته عن لأنها هي حكومة كما تعرف حكومة أقلية حكومة ضعيفة جدا فبالتالي أي حركة بسيطة ممكن أن تسقط الحكومة وخاصة أعضاء البرلمان من أيرلندا الشمالية فأعتقد أنها في موقف ضعيف على ما أتصور وأتصور كذلك من أشياء كثيرة أن هناك دعوة شديدة إلى عمل استفتاء آخر وهذا ممكن أن يتم على فكرة الدعوة لذلك حتى آخر يوم يعني لغاية 29 مارس اللي جاي بريطانيا ممكن أن تأخذ قرار حكس ما تأخذوا لهم باختصار شديد إذا كانت تيريزامي تعرف أن هامشة منورتها ضيق للغاية وهناك أيضا من أعضاء حكومتها من بدأ يميل إلى سيناريو أو خيار إجراء استفتاء ثاني على ما تستند تيريزامي في هذه الأوقات الحرجة بالضبط هي أعتقد بحكم مركزها كرئيسة وزراء لأنها هي بتفتدي كباعتين كباعة كرئيسة وزراء أو كباعة انتخابها الشخصي أنها كانت تريد البقاء فبالتالي هي في مركز محير شخصيا إلى حد كبير كرئيسة وزراء مسؤولة وبالتالي هي كرئيسة وزراء يجب أن تحمل العلم البريطاني أو علم الحكومة بتاعتها إلى الخروج بين الأتحاد الأوروبي ولكن ليس هناك اتفاق وكما نرى كذلك أن هناك ضغوطات داخلية عليها داخل الحزب وإذا حسبت الأرقام ستجد أن جزء من العمال جزء من المحافظين سيأفض ضدها ستجد مشكلة دكتور وفيق مصطفى رئيس الكتلة العربية في حزب المحافظين شكرا لك ونصل إلى نهاية هذا الموعد شكرا لكم على حسن الانتباه والمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر